أمطار رعدية معتبرة وهذا نحو المناطق الداخلية الغربية إلى غاية فجر يوم الغد بإن الله لكن خلال يوم الغد سيكون هناك تحسن ملحوظ في حالة السماء نحو المناطق الغربية تبقى تشهد المناطق الداخلية الغربية بعض الخلايا الرعدية خلال الظهيرة احتمال أيضا لأمطار محلية المناطق الوسطى ستشهد صحب عابرة مع بقايا بعض الأمطار التي ستزول تدريجيا خلال الظهيرة أما المناطق الشمالية الشرقية ستبقى تشهد أجواء غائمة على العموم مرفوقة بأمطار تكون تحت وقع الرعود نحو المناطق الداخلية منطقة شمال الصحراء الصورة أيضا ستشهد بعض الأمطار وتكون أجواء رعدية بالجنوب الغربي بأقصى الجنوب لغاية مرتفعة الهوغار والتاسيلي الأمطار ستكون محتملة أكثر نحو منطقة الصورة بولاية بشار بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستتروح ما بين 12 إلى 14 درجة بالهضاب العليا والمناطق الداخلية الشرقية في حدود 18 درجة بكل سواحل 20 درجة منتظرة بشمال الصحراء 24 درجة بالجنوب الغربي 28 درجة بالجنوب الشرقي وترتفع إلى 31 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوة تروح ما بين 27 إلى 29 درجة بالسواحل لن تتعدى 24 درجة بكل الهضاب العليا ومنطقة الأوراس 26 درجة منتظرة بتزيوزو ترتفع إلى 31 درجة بغيليزان تيليمسان نفس المقياس جنوبا ببسكرالواد وورغلا 39 درجة منتظرة بتندوف أقول ولن تتعدى 37 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي إلى غاية الجنوب الشرقي أما بالصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب ستتروح ما بين 40 إلى 42 درجة البحر خلال يوم الغد سيكون قليل الإتراب على طول الشريط الساحلي الريح تبقى ضعيفة ضمن تيارات شمالية شرقية نحو سواحل الوسطى من غربية أو من شرقية إلى جنوبية شرقية نحو سواحل الغربية وغربية تماما نحو السواحل الشرقية بالنسبة لوقت روق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة سيقوم في حدود الساعة الساديسة صباحا و36 دقيقة والغروب على الساعة الساديسة مساء و43 دقيقة مشاهدنا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء